تربة أمي وليحة أبي ويحلف بلحيتي أيضا قال كيف قال في لحيتي صحيح ويحلف بالقبيلة وبالعشيرة وغيره ويحلف بالقبيلة وبالعشيرة وغيره شركة صار أما أن يحلف بالله أو يصمت 최대irement كرفة الله يحزن النعم نعم لكن لقد تتخل المرورات من أحumberز بالقبيلة году الله سبحانه وتعالى وًفظوا أيمانكم لا بد من حفظ اليمين 銘yards Wat على المسلمين هم يمكن أن تزيد المعروبات سший يمين وحي Lalه لا تحسين لا كيف نحفظها كيف نحفظ اليمين كيف نحفظ اليمين حفظ اليمين عندنا على أربع تماراتب يحفظها ابتداءً وسط وانتهاءً في البداية وانتهاءً وسط وانتهاءً يعني يحفظها في أول الأمر وفي وسط الأمر وفي آخر الأمر ثلاثة ثلاثة يمكنك أن تشفر على الأول أو في البداية أو في البداية كيف يحفظ؟ نعم أنا أعلم الحساب والرابع يحفظها بألا يحفظها بألا يحفظ إلا بالله هذه مراتب حفظ اليمين أربع نعم نعم إذا مراتب حفظ اليمين كم؟ أربع إحفظها ابتداءً وسط وانتهاءً والرابع يعني.. إلا بالله! يحفظ اليمين لأنه يحفظ بالأمانة بالعاهد بالتربة وكذاك نعم 근ا ما تقول! لكن الحديث لا يحفظ اليمين! لكنه يحفظ بالأمانة إنه يحفظ اليمين! وإيجاد أنه يحفظ marché! يحفظ أنه يحفظado بالله! نعم يحفظها ابداعا بألا يحفظ! أبدا! لا يحفظ! هذا هو الحفظ اليمين! تحفظ! Ich لا يحفظ! البلد كيف؟ إنه إذا حلف ماذا يصنع؟ يفيد ويكون صادق في يمين نعم نعم يحفظ انتهاعا بما هذا؟ بإخراج الكفار عندما يحنت فيها ولا يفيد فيها إخراج الكفار دليل على مال على حفظ لليمين محافظ على اليمين نعم 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 ما هي كفارة اليمين؟ صوم ثلاثة أيام أو طعم عشر تمشاكين نعم أحيانا بالنغالي أحيانا بالنغالي لكن التجيب بالنغالي نعم أول شيء أنه يعطيها بالنغالي نعم نعم حاول نحن لا نأخذ المسجل عليك شيئا نحن تحاول صوم 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 نعم رقبة نعم عطق رقبة نعم عطق شهرين شهرين متتابعين صوم كم ثلاثة أيام نعم صوم ثلاثة أيام نعم نعم صوم نعم صوم نعم 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 عطق عشر سؤال نعم ثلاثة أيام نعم ثلاثة أيام نعم ثلاثة أيام أقل مسألة ما هي أقل مسألة أقل مسألة كفار ثمين ما تتكلم فيها صح؟ والله ما تتكلم يحرم عليك تتكلم نعم 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 كفارة أيام طيب كفارة أيام ثلاثة أيام أقل مسألة أقل مسألة بالفعل من يصنع لهم لكل واحد وجبة غداء إذاً هل يتعلم من المنشين لأن المنشين أو لذلك يمكن أن يدخل أيام هل يمكن أن ينشف هذه الأشياء ثلاثة قلنا واحد عتق رقبة مسلمة خالية من العلوم يطعام عشرة مساكين وكسوتهم هذه ثلاثة هذا اللي ما يعرف الحساب الله أعلم في الشبه بالنصارى نعم فإذا قال ما أستطيع على واحد من هذه الثلاثة أنا لا أستطيع ينتقل هنا إلى الصيام إذن خطأ فاحش عندما يقول كفارة لي من الصيام خطأ ما ينتقل إلى الصيام إلا بعد أن يعجز عن واحد من هذه الثلاثة نعم نعم صيام ثلاثة أيام متتابعة هذا خطأ أيضا لابد أن تكون هذه الثلاثة أيام متتابعة متتالية نعم لا يستطيع أن تكون متتابعة نعم نعم النذر النذر هو الزام المكلف نفسه شيئا لا يجب عليه يعني يقول مثلا لله على نذر أن أصوم غدل سيام غدل لا يجب على نفسه بما هذا؟ بالنذر نعم الثلاثة أيام متتابعة نعم يعني هل يعني أتلفظ بالنذر وأقول كلا وكلا لا مانهي عنه محرم ولو كان خيرا لنظر النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا نظر و تلفظ إما أن يفيد بهذا النظر أو يكفل كفارت يمين نعم فهذا يحتاجه لكفارة يحتاج لهذا النظر لذلك يحتاجه لكفارة بإنسان نعم يبقى معنا الفيحة و الأشربة ويقفت لكفارة السياسة و الأشربة الفيحة و الأشربة نعم عندنا أشياء محرمة الأكل من الحيوان كل ذو ناب من السباع وكل ذو مخلب من الطير هذا يحلم أكله ذو ناب من السباع كالأسد والكلب مخلب من الطير كالصخر والنسر مثلا نعم كل ذو نعم وكذلك لدينا الأشياء والنسر نعم نعم وكذلك لدينا الحمار الأهلي هذا ليس ذوناب ولا مخلب لكن محرم نعم وتقدم معنا الميتات إذا لابد في الحيوان من ذكاة شرعية فإذا لم تذكت ذكاة شرعية فإذا لم تذكت ذكاة شرعية 수رعية أكبر وأشهرية من ذكاة مستدعاء حتى إذا لم يبدوا هل لابد في الحيوان من ذكاة شرعية فإن لابد في الحيوان من ذكاة شرعية فإذا لم تذكت ذكاة الوأور الميتات والجرع نعم 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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائج نعم أما الأشربة الأصل فيها الحلم إلا إذا كانت خمر أو مضرة كالسمو نعم نعم والله أعلى وصلا الله عن نبيا محمد وعلى وصحبه وصلا